علوم الصفة السادس الاتبائي حال تدريبات كتاب الأضواء عن مفهوم الثالث الطاقة كنزام صفحة 2 1. اختر الإجابة الصحيح 1. ضفك الشحنية الكهربية عبر الأسلاك يعرف بي الدائرة الكهربية ده مصار مغلق لحرج الطيار الكهرابي الطيار الكهرابي صح الطيار الكهرابي 2. المصار المغلق الذي يمر فيه الطيار الكهرابي يسمى الشحنية الكهربية الطيار الكهرابي الدائرة الكهربية صح الدائرة الكهربية 3. أي مما يلي ليس من مكونات الدائرة الكهربية البطارية المفتاح الكهرابي أسلاك التوصيل المغناطيس الكهرابي بالمغناطيس الكهرابي 4- يفضل توصيل المصابح الكهربية في الدوائر الكهربية على التوازي فقط 5- ما هي العوامل التي تؤثر على قوة جاذبية الأرض الأجسام التي على سطحها 6- المساحة والكتلة 7- المساحة والمسافة 8- المساحة والمسافة 8- مغناطيس فقط 8- اسلاك كهربية فقط 9- مصابيح كهربية 11- المساحة والكامدال 7- من مصادر الطاقة الميكانيكية التي تحرك مناطسيات الموالد الكهربية لإنتاج الكهرباء تضف مياه الرياح الرياح محرك داخلي جميع ما سبق جميع ما سبق 8- تستخدم نقطة لحد من سريان الطيار الكهربائي في الدوائر الكهربائي المولدات الكهربائية المقاومات الكهربائية تسعة يعتبر جسم الإنسان موسلا جيدا للكهربائي لأنه يحتوي على أنسجة خلايا الماء عشرة يكون نقطة ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربائية السلك المدني البطارية 11 تنجذب المواد المصنوعة من الحديد إلى المفتاح الكهربائي المغناطيس الكهربائي المغناطيس الكهربائي 12 أي الحالات الاتية يمكن أن تكون مجالا مغناطيسيا شحنات كهربائية سكنة لا تتحرك جاذبية مغناطيس لمغناطيس آخر سريان طيار الكهربائي في سلك ملفوف حول قالب معدني سحر كمجي 13 في الصورة المقابلة يسلك الطيار الكهربائي نقطة عند غلق المفتاح الكهربائي ألف مصارا وحدا طبعا مصارا وحدا 14 الصورة التي أمامك توضح توصيل المصابيح الكهربائية على التوالي التوازي طبعا التوازي 15 القوة المسؤولة عن جاذب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض هي الكهربائية المغناطيسية الجاذبية صح الجاذبية 16 عند تحريك مغناطيس بسرعة كبيرة داخل ملف كهربائي لا يتحرك مؤشر الجيلفانومتر تحرك مؤشر الجيلفانومتر ببطء تحرك مؤشر الجيلفانومتر بسرعة كبيرة سحر كمجية 17 كل ما يلي مواد موصلة لكهرباء ما عدا النحاس الألمونيوم الخشب طبعا الخشب مواد عزلة 18 كل ما يلي مواد عزلة الكهرباء ما عدا الخشب الحديد طبعا الحديد مواد موصلة لكهرباء 19 كل ما يلي مواد لا تنجذب إلى المغناطيس ما عدا الخشب المطاط الألمونيوم النيكل طبعا النيكل مواد مغناطيسية 20 أي الأجهزة التالية لا تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحس الكهرباء المغناطيسي المولد الكهرباء المحرك الكهرباء المصباح الكهرباء طبعا المصباح الكهرباء رقم جديد 2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين الكوسين 1 سريان الشحنات الكهربية داخل السلك المعدني تسمى الطيار الكهرابي الطاقة الكهربية الطيار الكهربية 2 تعتمد قوة الجاذبية على نقطة الجسم كتلة أم لون أبعا كتلة 3 تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة التي تعمل بالكهرباء عبر الأسلاك الكهربية المفتاح الكهربي صح أنطري الأسلاك الكهربية 4 تعمل الدائرة الكهربية كنظام مغلق أم مفتوح طبعا نظام مغلق 5 تعتبر الكهرباء شكلا من أشكال المادة من الطاقة الطاقة 6 في الدائرة الكهربية نقطة لا يمكن تدفق الطيار الكهربي المفتوح أم المغلقة صح المفتوح 7 يعمل نقطة على فتح وغلق الدائرة الكهربية المفتاح الكهربية أم السلك الكهربية المفتاح الكهربية 8 تصنع الدائرة الكهربية من مواد نقطة التوصيل للكهرباء جيدة أم رضيئة؟ طبعا جيدة 9 الأسلاك الكهربية مغطاة به نقطة لحمايتنا من الصدمات الكهربية النحاس أمين بلاستيك طبعاً بلاستيك لأن موادها عزلة عشرة تحافظ نقطة على سلامة المايكروويف من خطورة شدة الطيار الكهرابي الأسلاك الكهربية أم المقاومة الكهربية المقاومة الكهربية هداشر عندما يسر الطيار الكهرابي من البطارية عبر الدائرة الكهربية في مصار واحد فقط فإن مكونات الدائرة تكون متصلة على التوالي أم التوازي التوالي اتناشر عند توصيل الدائرة على التوالي واحتراق أحد المصابيح فإن باقي المصابيح لا تضيء أم تضيء لا تضيء 13 تعتمد فكرة عمل نقطة على ظهرت الحس الكهرمناطيسي المصباح الكهربية المولد الكهربية المولد الكهربية 14. تحافظ نقطة على تبات الإنسان والأشياء على سطح الأرض المغناطسية من الجاذبية الجاذبية 15. كلما زادت المسافة بين الجسم و سطح الأرض نقطة جاذبية الأرض له زادت أم قلت؟ طبعا قلت لأنها علاقة عكسية 16. يمكن إنتاج طيار كهربي عن طريق المغناطس الكهربي المولد الكهربي 17. إنتاج طيار كهربي عن طريق المولد الكهربي الذي يحول الطاقة إلى حركية إلى طاقة كهربية 17. المجال المغناطسي الناتج عن الطيار الكهربي 18. نقطة الحديد والنكل 18. معدن الحديد ينجذب إلى المغناطس لأنه مادة مغناطسية غير مغناطسية مغناطسية 16. يستخدم جهاز نقطة للاستدلال على الطيارات الكهربية الصغيرة 20. توصل مصابيح الزينة الصغيرة على نقطة في الدائرة الكهربية 21. تعمل المقامة الكهربية على نقطة تضفق الشحنات الكهربية في الدائرة الكهربية 22. تعمل المواد نقطة على إيقاف تضفق الكهرباء في الدائرة الكهربية 22. الموصلة أم العنزلة للعنزلة 23. تخير من عمود با ما يناسب العمود ألف 24. أجهزة الكمبيوتر 25. يوجد بها المغناطس 26. المحمصة والفرن الكهربية 27. يوجد بها المقامة الكهربية 28. ثلاثة ثلمستات الثلاجة 29. يوجد بها مفتاح كهربائي آلي أربعة الأسلاك الكهربية تصنع من النحاس أو الألومانيو أربعة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأاتية واحد الدائرة الكهربية عبارة عن مصار مفتوح يسمح بتضفك الشحنات الكهربية مصار مغلق أتنين تعتبر الكهرباء شكلا من أشكال المادة الطاقة ثلاثة الدائرة الكهربية المفتوحة تسمح بتضفك الشحنات الكهربية المغلقة أربعة وجود المواد العزلة الكهرباء ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة يجعلها مفتوح خمسة ملمسة سلك غير معزول يمر به طيار كهرباء لا يشكل خطرا على سلامتنا يشكل ستة المواد العزلة تقوم تضفك الكهرباء مبارة صحيحة سبعة فئة توصيل على التوالي إذا تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تظل باقي المكونات تعمل كما هي على التوازي تمانية عند توصيل على التوازي يتم توصيل كل مكونات الدائرة الكهربية في مصار واحد في أكثر من مصار تسعة توقف سريان الطيار الكهربية عند انقطاع أحد المصارات في الدائرة الكهربية المتصلة على التوازي المتصلة على التوالي عشرة الكوة المناطسية هي قوة جازب فقط قوة جازب وتنافر عبارة خطأ هدعشر جميع المعادن تنجزب المناطيس بعض عبارة خطأ اتناشر يمكن استخدام الكوة المناطسية لتوليد الكهرباء عبارة صحيحة تلات عشر إذا تم توصيل مشبك ورق معدني بدائرة كهربية يضيء المصباح بسهولة عبارة صحيح ليه؟ لأنها مواد موصل الكهرباء أربع عشر لا يمكن تشغيل الثلاجة والتلفاز والخلاط في وقت واحد داخل المنزل عبارة خطأ يمكن خمستعشر يمكن المناطيس جازب الأشياء خارج المجال المناطيسي داخل عبارة خطأ يعتبر المناطيس الكهرباء أحد الأمثلة التي توضح كيفية عمل الكهرباء والمناطيسية معا عبارة صحيحة خمسة اكتب المفهوم العلمي واحد مصار مغلق تضفك من خلاله الطيار الكهرباء الدائرة الكهربية المغلقة اتنين شكل من أشكال الطاقة تندق من تضفك الشحنات الكهربية في مصار مغلق الكهرباء ثلاث مواد تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها بسهولة مواد موصلة للكهرباء مواد موصلة للكهرباء أربعة مواد لا تسمح بسريان الطيار الكهرباء من خلالها بسهولة مواد عازلة للكهرباء خمس أداة تحد من سريان الطيار الكهرباء خلال السلك الكهرباء في الدائرة الكهربية المقومة الكهرباء ستة نوع من كوة السحب التي تؤثر في الأجسام التي لها كتلة الجاذبية سبعة مواد الحيزة الذي يوجد حول المغناطيس تظهر فيه الكوة المغناطسية المجال المغناطيس تمانية طريقة لتوصيل عدة مصابيح في دائرة الكهربية من خلال مصار واحد التوصيل على التوالي التوصيل على التوالي تسعة مواد تنجذب المغناطيس المواد المغناطسية مواد مغناطسية عشرة مواد لا تنجذب المغناطيس مواد غير مغناطسية 11 مصدر الطاقة الكهربية في الدائرة الكهربية البطارية 12 مواد تكون بحمايتنا من السدمات الكهربية المواد العازلة 13 يحول الطاقة الميكانيكية الى الطاقة الكهربية الدينمو او المولد الكهربية 14 عملية توليد طيار كهرائي باستخدام مجال مناطيسي يسمى الحس الكهرومناطيسي 15 جهاز يستخدم للاستدلال على الطاقة الكهربية الصغيرة 16 عملية اكمل العبارات الا تين 16 1 تأجذب الارض الكائنات الموجودة على سطحها باتجاه نقط باتجاه مركز الارض 16 2 تنقسم المواد حسب قبليتها الماغناطيسية المواد نقط ومواد نقط. مواد مغناطسية. ومواد غير مغناطسية. ثلاثة الاسلاكة الكهربية مصنوعة من مواد نقط التوصيل الكهربائي. التوصيل الكهربائي. اربعة. عند اتصال مكونات الدقيرة الكهربية مع بعضها. فانها تعمل كانها نقط واحد. كانها نظام مغلق واحد. نظام مغلق. خمسة تعمل نقط على ابطاء سريان. الطيار الكهربائي. المقومة الكهربائية. ستة. مجبكة الورقة المعدني. يعتبر من مواد نقطة الكهربائي. من مواد الموصلة. بينما ملعقة من الخشب تعتبر من مواد نقطة الكهربائي. العازلة. سبعة. توقف كوى الجاذبية على نقط. توقف على الكوتلة والمسافة. تمانية. يمكن زيادة الطيار الكهربائي الناتج. عن ظاهرة الحث الكهربائي مناطيسي. عن طريق نقط ونقط. عن طريق زيادة عدد لفات الملف. زيادة عدد لفات الملف. زيادة حركة المناطيس. داخل الملف. سبعة. استخرج الكلمة المختلفة. واحد. البطارية. السلك الكهربائي. المغناطيس الكهربائي. المفتاح الكهربائي. صح. المغناطيس الكهربائي. طيب اهرب بينهم. مكونات الدائرة الكهربائية. اتنين. عملة معدنية. اسلاك كهربائية. ممحاة. مصمار من حديد طبعا ممحاة. طيب اهرب بينهم. مواد موصلة للكهربائي. تلاتة. قطعة من المطاط. عصر من البلاستيك. ملعقة من الالمونيوم. سكين بلاستيك. ملعقة من الالمونيوم. طيب ايه الرابط? مواد عزل الكهربائي. اربعة. البلاستيك الحديد. الخشب. الالمونيوم. طيب هنا سياخد السؤال غلط. المفروض البلاستيك. الحديد. الخشب. المطاط. هنستخرج ايه? ايه الحديد? طيب ايه بينهم مواد عزلة للكهرباء. خمسة. المراد الكهرابي. المحول الكهرابي. المفتاح الكهرابي. المحرك الكهرابي. طبعا المفتاح الكهرابي. طب قل رب بينهم اجهزة تعتمد على الحس الكهرومناطيسي. تمانية. علل لي ما يأتي. واحد. الدقيرة الكهربية تعتبر نظاما. لان مكوناتها تعمل كوحدة واحدة لاداء وظيفة محددة. اتنين. يفضل استخدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازي في المنازل. حتى يعمل كل جهاز بشكل مستقل. بمعنى اذا تلف احد مكونات الدائرة يستمر انتقال الطيار الكهرابي. ثلاثة. ينجذب الحديد الى المغناطيس. بينما الخشب لا ينجذب الى المغناطيس. لان الحديد مادة مغناطيسية. بينما الخشب مادة غير مغناطيسية. اربعة. تصنع اسلاك الكهرباء من النحاس او الالومونيوم. لانها مواد موصلة للكهرباء. خمسة. تحافظ الارض على ثبات الاشياء والانسان على سطحها. بفعل قوة جاذبية الارض. يجب ساد مين? قوة جاذبية الارض. يتمع على ثبات الاكسان. ستة. يستخدم المولد الكهرابي في انتاج الكهرباء لانه يحول الطاقة الميكينيكية او الحركية الى طاقة كهربائية. سبعة. للكهرباء اهمية كبيرة في حياتنا. لان معظم الاجهزة تعمل بطيار الكهرباء. تمانية تغطى الاسلاك الكهربية بطبقة من البلاستيك او المطاط. لانها مواد عازلة للكهرباء تحمينة من الاصابة بالصدمات الكهربية. تسعة. ماذا يحدث عنده? واحد. احتراق مصباح واحد. من سلسلة المصابيح المتصلة مع بعضها على التوالي. تنتفق. باقي المصابيح. منين توصيل قطعة من المطاط في الدائرة الكهربية. لا تسمح. في مرور الطيار الكهربية. ليه? لانها مادة عازلة. تلاتة. لمس سلكي غير معزول يسر به طيار كهربية تسبب صدمة كهربية تؤدي الوفاة. اربعة. مرور طيار كهربي في سلك. بينشأ حول السلك مجال مغناطيسي. خمسة. تلف احد مكونات الدائرة متصلة اجزئوها على التوازي. بالنسبة لباقي مكونات الدائرة تظل. باقي مكونات الدائرة تعمل كما هي. ستة. تحريك مغناطيس داخل ملف. من سلك نحاس معزول. يتولد في الملف طيار كهربي. عشرة. اذكر اهمية او استخدام كل من واحد. البطارية. مصدر للطيار الكهربي. في الدائرة الكهربية. اتنين. المفتاح الكهربي. التحكم. في فتح. وغلق. الدائرة الكهربية. ثلاثة. الدينمو. تحويل الطاقة الميكانيكية. الى طاقة كهربية. يعني استخدم توليد طيار الكهربية. اربعة. المكومة الكهربية. ابطاء حركة الطيار الكهرباء. في الدائرة الكهربية. ويعمل على حمايتها من التلف. خمسة. المواد الموصلة للكهرباء. صناعة اسلاك الكهرباء. ستة. المواد العزلة للكهرباء. تغليف اسلاك الكهرباء. سبعة. الجيلفانو متر. الاستدلال. على الطيارات. الكهربية. الصغيرة. عشرة. اسئلة متنوعة. واحد. انزل الى الصورة الاتية ثم اجب الف. توضح الصورة مكونات نقط. مكونات الدائرة الكهربية البسيطة. الدائرة الكهربية البسيطة. اكتب ما تدل عليه الاركام الاتية. رقم واحد بطاري. مصدر الطيار الكهرباء. اتنين سلك. يبقى اسلاك. توصيل. توصيل الطيار الكهرباء. ثلاثة. مفتاح. اتحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربية. مفتاح كهرباء. اربعة. مصباح كهرباء. جيم. المكون رقم نقط هو مصدر الكهرباء في الدائرة الكهربية. رقم واحد. اتنين. الشكل المقابل يعبر عن دائرة كهربية. نقط. مفتوحة ام مغلقة؟ صح. مغلقة. طب ليه؟ لان مكونات الدائرة متصلة معا. يبقى مغلقة. ثلاثة. انظر ومتر. ليه؟ لمرور طيار كهرباء في الملف. بقى اي الشكلين ينتج عنه طيار اكبر. ولماذا؟ رقم واحد هنا عدد لفات الملف بيكون اكبر. وبالتالي يزداد الطيار الكهرباء. يبقى رقم واحد. ليه؟ نتيجة لزيادة عدد لفات الملف. اربعة صنف المواد الاتية الى مواد موصل الكهرباء ومواد عزلة. مواد موصل الكهرباء النحاس الحديد الى المونيو. مواد عزلة البلاستيك والخشب والمطاط. اختبر نفسك رقم واحد المفهوم السالس. صفحة مية وست. واحد. الف. اكمل الابارات الاتية باستخدام الكلمات بين الكوساين. واحد. الدقيرة الكهربية تعمل كنزام نقط في ناكل الطاقة الكهربية. مغلق ام مفتوح طبعا مغلق. اتنين. تعمل نقط على ابطاء تضفك الشحنات الكهربية في الدقيرة الكهربية. المواد الموصلة. المقومة الكهربية. المقومة الكهربية. ثلاث. حركة الشحنات الكهربية خلال الاسلاك. تسمى الطيار الكهرابي. المجال المغناطيسي. الطيار الكهرابي. اربعة. يعتبر نقط من المواد التي تنجذب الى المغناطيس. النحاس ام الحديد ام الحديد. ماذا يحدث عندها؟ مرور طيار كهرابي في سلك معدني معزول. ينشأ حول السلك. مجال مغناطيسي. اتنين. الف. اكتب المصطلح العلمي. واحد. جهاز يحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية. المولد الكهرابي. المولد الكهرابي. اتنين مواد تنجذب الى المغناطيس. المواد المغناطيسية. ثلاثة. مواد لا تسمح بسريان الطيار الكهرابي. من خلها بسهولة. المواد العزلة الكهربائي. المواد العزلة الكهربائي. اربعة. كوة تسحب الاجسام الى اسفل الجاذبية. ما الاجهزة التي تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهروماناطيسي. المولد الكهرابي. والمحرك الكهرابي. والمحول الكهرابي. ثلاثة. الف. ثوب. ما تحتوي خط فيه العبارات الاتية. واحد. تعمل بطارية على غلق وفتح الدائرة الكهربية. المفتاح الكهربائي. اتنين. عند احتراق احد المصابيح الموصلة على التوالي في الدائرة الكهربائية. تظل المصابيح الاخرى تعمل كما هي. على التوازي. ثلاثة. الماء. رضيء التوصيل للكهرباء. الماء جيد. التوصيل للكهرباء. اربعة. الكهرباء. شكل من اشكال المادة. الطاقة. ما هي العوامل التي تؤثر على جاذبية الارض للاجسام عاملية. كتلة الجسم والمسافة. بين الجسم ومركز الارض. اختبر نفسك اتنين. ما واحد الف. ضع عالمة صح او عالمة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. يستخدم الموالد الكهرابي في انتاج المجال المناطيسي من الكهرباء. يستخدم الطيار كهرابي في انتاج المجال المناطيسي من الكهرباء. يبقى عبارة خطأ. يتم انتاج معظم الكهرباء من الموارد المتجددة فقط. بارخة. معظم انتاج الكهرباء بيتم انتاجها من الموارد غير المتجددة. تلاتة. جميع المعادن تنجذب الى المغناطيس بعد. بارخة. اربعة. عن توصيل الدائرة الكهربية على التوازي. يتم توصيل كل مكونات الدائرة في مسار واحد. التوالي. بارخة. باق علميات. تغطى اسلاك الكهرباء بطبقة من المطاط او البلاستيك. لانها مواد عازلة للكهرباء. تحمينا من اخطار الكهرباء. اتنين الف. اكمل العبارات الى اقتية واحد. يستخدم جهاز للاستدلال على نقط. الاستدلال على الطيارات الكهربية الصغيرة. اتنين عندما تضفك الطيار الكهربية خلال سلك معدني. ينتج عن ذلك نقط حول السلك. مجال مغناطيسي. ثلاثة. يمر الطيار الكهربية. في مسارات متفرعة. في حالة التوصيل على التوازي. اربعة. من امثلة المواد المغناطيسية نقطة نقطة. الحديد والنيجا. بقى. ماذا يحدث عنده? زيادة سرعة حركة مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسي معزول. يزداد مرور الطيار الكهربية. بيتولد طيار كهربية اكبر. ثلاثة الف. اكتب المستحل العلمي. واحد. عملية توليد طيار كهربية باستخدام مجال مغناطيسي. الحاسب. الكهروم مغناطيسي. اتنين مصدر للطيار الكهربية. في الدائرة الكهربية البطارية. تلاتة. مواد تسمح بمرور الطيار الكهربية. من خلالها مواد موصلة. للكهرباء. اربعة. مسار مغلق يمر في الطيار الكهربية. الدائرة الكهربية. ما اذكر اهمية المولد الكهربية. تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية. يعني ما على توليد طيار كهربية.